بسم الله الرحمن الرحيم ثانيا أداب قضاء الحاجة أثناء قضاء الحاجة الأداب الأول الاعتماد في التبول على الرجل اليسرى لما روى سراق بن مالك قال أمرنا رسوله سلم أن نتوكع على اليسرى وأن ننصب اليمنى رواه الطبراني والبيهقي والحديث فيه ضعف يقول ابن قدامة معللا لهذا الأمر للاعتماد في التبول على الرجلسرى قال ولأنه أسهل لخروج الخارج الثاني ألا يسلم على من يقضي حاجته ولا يرد عليه السلام وهو في مكان قضاء الحاجة لما جاء عن جابر بن عبد الله أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك الثالث ألا يمسك ذكره بيمينه حال البول لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه الأدب الرابع ألا يطيل في الخلال لأن ذلك فيه ضرر صحي كما أثبت الأطباء ذلك الخامس تفريج الفخدين عند البول حتى لا تصيبه النجاسة السادس الاسترخاء حتى يخرج ما بقي من النجاسة والاسترخاء ضد الانكماش والانقباض قالوا لأنه أقرب إلى إزالة النجاسة لأن في هذا المحل يعني مكان الخروج والمثأنة انقباضات فربما تبقى بقية بعد التبول فإذا أنهى البول وثم استرخى بعد ذلك قليلا فإنها تخرج وبالتالي يؤدي إلى أن يتنجس فعليه أن يسترخي أثناء قضاء الحاجة حتى يخرج النجس هذا والله أعلم